على المستوى التبليغي والديني أول من أسس مكتب هو السيد البروجردي سيد حسين البروجردي قدس سره أحد مراجع هم المعروفين أسس مكتب للتقريب بين المذاهب في القاهرة قبل أكثر من ستين سنة وكان له آثار مهمة أول من فتح مكتباً لرعاية الجاليات الإسلامية في الغرب هو السيد المرحوم السيد القلبيغاني أحد مراجع هم المعروفين قدست أسرارهم ثم تلا بعده سيد الخوي قدس سره الذي أسس مؤسسة الإمام الخوي في لندن ثم تلاه السيد السيستاني دام ظله أسس مؤسسة الإمام علي في لندن مؤسسة الإمام علي في لندن لها فروع في مختلف أوروبا في ألمانيا في فرنسا في السويد في النرويج في هولندا مؤسسة لها عدة فروع على مستوى أوروبا في أمريكا الشمالية في كندا كل هذه الفروع تعمل من أجل تبليغ الدين والمحافظة على الجالية الإسلامية التي تعيش في الغرب